الفقر الآفة والشبح الذي يطارد الأذهان كان في الماضي رمزا للبؤس أضحى اليوم مدعاة للغضب وأحد عوامل تفجر الثورات ومنها ثورة تشرين في العراق يتساءل أحدهم كيف لبلد يعوم على بحر من النفط ومعبئ بالثروات أن يكون أهله بهذا الحال من البؤس والفقر المدقع وإن في المحافظات الجنوبية حيث تدعي الأحزاب أن تلك المناطق حاضنتها الشعبية فإذ بها تعيش تحت خط الفقر فيما يبني حيتان الفساد من الطبقة السياسية إمبراطوريات مالية هائلة تقرير حكومي عدته وزارة التخطيط كشف أن نسبة الفقر في العراق وصلت حد العشرين بالمئة أي من بين كل خمسة عراقيين هناك واحد يعيش تحت خط الفقر وبصرف النظر عن مصداقية التقرير الذي يعاند إحصائيات أخرى تفوقه بالأرقام فإن اللافت فيه النسب المرتفعة في المحافظات الجنوبية أظهر المسح أعلى نسبة فقر في محافظة المثنى حيث وصل إلى 52% تلتها القادسية بـ 48% ثم ميسان بفرق طفيف وذيقار بـ 44% وكأنك ترسم خريطة للتظاهرات حيثما حل الفساد وجد الفقر وهناك كانت الثورة التقرير الحكومي يكشف ولو بجزء بسيط عن حجم الفساد الحكومي وهو يورث للطبقة السياسية ثروات وينعكس على الشعب فقرا مدقعا ولد غضبا ترجمه العراقيون في تظاهرات متواصلة منذ خمسة أشهر لم يستطع الرصاص الحكومي ولا الوعود إنهاءها ثروة نفطية وميزانيات مليارية وجدت طريقها إلى جيوب الفاسدين عبر صفقات ومشاريع وغيرها أخذت من عمر العراقيين وثروتهم وحقهم في العيش الرغيد ما أخذ الباطل من الحق وقد آن للأخير أن يسترد ما فقده وإن طال الأمد وتجبر الظالم ترجمة نانسي قنقر